اشتركوا في القناة اي انسان لا ليست البشرية فقط حتى الحيوانات عندها ولاية تتصرف السمك عنده ولاية الطير عنده ولاية انما فرق الانبياء والاوصياء عن بقية الناس ان ولايتهم التكوينية وسيعة جدا هذا الفرق لا تنكر اصل الولاية التكوينية الولاية التكوينية موجودة للحيوانات حتى تصرف في الكون يمشي الحيوان الذي يمشي يتصرف في الكون يريد ان ينكر مقاما ينكر الولاية التكوينية القضية مضحكة لا تنكر الولاية التكوينية البشر كل انسان عنده ولاية انا احرك يدي هذه ولاية انا حسب ما اشاء احرك يدي عندي ولاية هذا تكوين ام لا هذا تشريع عن تكوين تغيير في الكون يدي كانت هنا الان صارت هنا هذا تغيير في التغيير في التكوين الاختياري الله عز وجل اعطى لكل البشر ولاية تكوينية انما الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى للانبياء والاوصياء وسيع جدا الانبياء يحيون الموتى هذه الولاية ليست لي يتمكن ان يحيي الموتى يشير الى الميت حيث ابن مريم يحييه هذه ولاية تكوينية فوق ولاية البشر العادي ولاية الانبياء والاوصياء اوسع بكثير ولكن هناك مقام اختصه الله سبحانه وتعالى لاهل البيت ما شاركهم احد من الخلق في هذا المقام وهي الولاية التكوينية المطلقة المطلقة يعني لا يوجد مخلوق ليس هو تحت سيطرة اهل البيت عليهم السلام هذه الله سبحانه وتعالى يعني نفس كلام المولى سيد الشهداء والله ما خلق الله شيئا الا وامره بالطاعة لنا عندهم هكذا قدرة علمهم الروايات الكثيرة حتى الآيات القرآنية تبين هذا المعنى عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى اطلعهم على الغيب اصلا اكثر من ذلك يوجد اكثر من علم الغيب نعم وما هو عمن الآية تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما هو على الغيب بالضنين ضنين بالضاد لا بالضاء الضاد اخت الصاد لا بالضاء اخت الطاء ضنين بالضاء اخت الطاء بمعنى مأخوذ من الضن ضنين اخت الصاد بمعنى البخيل الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ليس بخيلا على علم الغيب يعني ماذا يعني اذا وجد رسول الله صلى الله عليه وآله شخصا له اهلية ان يعلمه الغيب رسول الله يعلمه علم الغيب لا يبخل على الغيب رسول الله لا يبخل على الغيب هو معلم الغيب عنده علم الغيب فقط ليس بخيلا الله يقول آية قرآنية وما هو على الغيب بالضنين باقتصاد يعني ليس بخيلا على الغيب ليس بخيلا على الغيب يعني ماذا إذا كان هو لا يعلم الغيب إذا كان لا يتمكن أن يعلم الغيب فاسروا لهذه الآية هذا المقام لرسول الله وما كان لرسول الله فهو لأمير المؤمنين أمير المؤمنين هو نفسه رسول الله نفسه نفسه ما كان لأمير المؤمنين فهو للحسن والحسين ما كان للحسن والحسين فهو لزين العابدين الروايات في هذا المجال الكثيرة اشتركوا في القناة